نتكلم بقى عن الشوكولاتة الشوكولاتة كل ما الكاكاو اللي فيها بيزيد كل ما نسبة الكافيين اللي فيها بتزيد يعني 70% غير 80% غير 90% والشوكولاتة دي برضو فيها كافيين بس هي يعني ما لهاش علاقة بقى بالخسارة الوزن وزيادة الوزن لأن هي كمية الكافيين اللي فيها قليلة في المكعبين الـ 70% الشوكولاتة اللي ضعت الـ 70% فيها 20 ميلي جرام كافيين واحنا مفروض نأخذ كم شوكولاتة ما اللي انت قلت دا احنا كنا نتكلم في السعرات لا يعني أنا مفروض أخذ كم شوكولاتة يعني لو حسب سعراتك واخدها من ضمن سعراتك من مكعب لتنين مكعب؟ اه مكعب شوكولاتة لتنين وتكون شوكولاتة دائك عشان السكر اللي فيها ما يبقاش كتير شوكولاتة غمقة كمان اه شوكولاتة غمقة بتجابيني ان انا بتكلمني في كوباية واثنين قهوة وكانني شوكولاتة بالمكعبات لو مش عايزة تخسي او لو بتثبتي وزنك او لو مش فارق معاكي الوزن ممكن تاخدي بقى مكعبين 3-4 براحتك معلتش بارو شوكولاتين 3-4 بارين 3-4 عشان رضو هنا جماعة دي قريت كل حاجات لقيت كل حاجات لقيتها بقى عملها غلط او